وصل الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحارس الملكية الخاصة بالحارس الملكية البحريني إلى الجمهورية الفرنسية وبالتحديد لمنطقة بريتس بالعاصمة باريس وذلك لحضور التمرين المشترك بين قوة الحارس الملكية الخاصة بالحارس الملكية البحريني والقوات الخاصة الفرنسية وقد أشهد سمو قائد قوة الحارس الملكية الخاصة بما وصلت إليها العلاقات المتقدمة والمتطورة بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا في جميع المجالات مؤكدا سموه أن هناك علاقة قوية تربط البلدين بفضل الدعم والرعاية التي اتحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فرانسوا أولند وحرصهما على تعميقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأكد رائد سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة أن فرنسا تعتبر من الدول الكبرى التي تمتلك خبرات في مختلف القطاعات والتي يمكن الاستفادة منها عبر تبادل هذه الخبرات والتي تساهم في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك وتعزيز علاقة الصداقة بين البلدين هذا وقد التقى الرائد سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة بعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين بالإضافة إلى ضباط وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة بالحرس الملكي البحريني